مستجدة جديدة في مطار تونس قرتاج الدولي منع شخصية بيرزا شخصية أثار جدل ويسع مش ظاهرة سياسيا يعني بدرجة كبيرة ولكن خليني نقول لكم يعني إطار سيمي بوزارة الداخلية يتم منعه من السفر إلى فرنسا هذا شخص عينه هشام المشيشي في وقت سابق وأثار جدل ويسع وكان فيما حديث على قربه من منظومة حركة النهضة خليني نقول خليني نبدأ بآخر الأخبار قبل ما نعرفه شكون وهو لازهر لونجو المدير العام السابق للمصالح المختصة وعليش تم منعه من المغادرة متاع تونس واشنو الخلفية متاع هذا القرار في البداية رسميا مصادر موثوقة تؤكد أنه تم منع لازهر لونجو المدير العام السابق للمصالح المختصة تم منعه من السفر ومغادرة تونس نفس المصادر تؤكد وأنه لونجو كان يحضر في روحه وكان في اتجاه السفر إلى فرنسا بشيل تحق بعيلته اللي هي تقيم هناك ولكن تم علامه في مطار تونس قرتاج الدولي بأنه ما ينجمش يغادر البلاد التونسية والمنع هذي جاء بعد استشارة الجهات المعنية طبعا أنتم ما سمعتوا بيها لحكاية كله متاع أي شخص يسافر اللي في المطار يقولوا له لحظة بركة نعم له تليفون بالتالي نعم له تليفون شنو بشي قولنا حسب التعليمات تقول يغادر أو لا يغادر هذه أحكيوا عليها ببرشة نواب خاصة في البرلمان المجمد اللي اتعرضوا لمثل يعني هالأمور هذية واستنكروها وندوا بها المهم هو أنه تم علامه وكان ماشي إلى السفر المؤكد وأنه متوقع أو حاط احتمال أنه نجم يكون احتماله بالنسبة كبيرة زادة أنه بشي تم منعه من السفر لا خاطر ها بش نحكيه على الخلفية لكل متاع القضية وتم منعه رسميا من مغادرة البلاد التونسية المدير العام السيبق للمصالح المختصة لزهر لونجو وحيل على التقاعد الوجوبي كانت تتفكره من بين مجموعة من كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وقتها تقريبا ضمت 19 اسم وتتفكر وزير الداخلية توفيق شرف الدين في شهر نوفمبر اللي فات نوفمبر 2021 كان هبت قرار اللي هو إحالة 19 إطار يعني كادر بوزارة الداخلية على التقاعد الوجوبي وعليش تقاعد وجوبي؟ علش كما قولوا إذا كان هو ما عندوش عندو قضايا علش ما يتمش في حالة إلى القضاء؟ ليه هما خيروا وزارة الداخلية وهذا جاي بعد 25 جميلة والمؤكد وإنه بالتنسيق مع رئيس الجمهورية خيروا وإنه يحلوهم إلى التقاعد الوجوبي إما لإنه معناها لا تذيني لنذيك وامشي على روحك أو إنه فما احترازات منهم لأنهم محسوبين على منظومة معينة هات 19 إطار سيمية دوما بوزارة الداخلية لأنه لو كان فما جرائم كانوا أحيلوا على القضاء يعني هذا كان في شهر نوفمبر اللي فات المهم هو إنه القرار ذيك متاع التقاعد الوجوبي ما قدموش فيه لسباب ما قالوش عليش حالو هات 19 دوما على التقاعد الوجوبي وبتباعة الحال قبل لذي كل لازهر لونجو أحيل على الإقامة الجبرية يمكن برشاني زيدا ما تعرفش إنه لازهر لونجو حطوه في الإقامة الجبرية مع إقالته من منصبه بعد أسبوعين تقريبا مش برشاني بعد أسبوعين على تفعيل رئيس الجمهورية للفصل الثمانين من الدستور و25 جويلة بعد أسبوعين حطوه في الإقامة الجبرية بعد في نوفمبر جاء قرار التقاعد الوجوبي وهذا الكل كان في الفترة الاستثنائية تم رفع الإقامة الجبرية على لازهر لونجو من غير ما يتم تقديم الأسباب أيضا لا عليش حطوه في الإقامة الجبرية ولا عليش نحوها كان الإقامات الجبرية اللي شفناهم الإخرانيين البحيري وإلا كوادر أخرى زيدا من وزارة الداخلية وشخصية أخرى عادية وتنجمة مثل تهديد رهيبي للبلاد في وقت سابق زوز زيدا تقريبا في شارجان في زيدا المهم هو أنه يقول لك رامي مثلو خطر على الأمن القومي ولكن مع لازهر لونجو تحط في الإقامة الجبرية جمعتين بعد 25 جويلة خرج منها من بعد ولكن ما قالوش لا عليش ولا كيفيش عيلة لازهر لونجو تمكنت من أنها تغادر تونس وترجع لفرنسا أصلا هي تقيم غاديكا منذ تعيين ملحق أمني في سفارة تونس في باريس في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد يوسف الشاهد عين لازهر لونجو ملحق أمني في سفارة تونس في باريس ووقتها توجه هو وعيلته غادي ويعيشوا من وقتها الغادي لونجو زيدة هو من القيادات الأمنية المثيرة للجدل من اللي تم رجعه إلى الاستعلامات في فترة يوسف الشاهد عليش رجعوه للاستعلامات في تلك الفترة بعد عينوه ملحق أمني في سفارة تونس في باريس ومبعد عينوه مدير عام للمصالح المختصة في عهد رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي دونك تبادلوا على تعيينه يوسف الشاهد وهشام المشيشي والمؤكد وإنه توفيق شرف الدين كيف جاء فسخ هذي الكل وتمت إقالة لازهر لونغو في عفوا مش لازهر لونغو توفيق شرف الدين وقتش تمت إقالته من منصبه كيف في شهر الجام في 2021 بسبب شنوه بسبب برقيات متاع الإقالات اللي شملت لازهر لونغو وتمت تراجع عليها وقتها بقرار من هشام المشيشي يعني وزير الداخلية كيف كان هو وزير لونغو حطوه مدير عام للمصالح المختصة فاشنوه أعمل وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقته اتهمه بإنه يخدم مباشرة مع الرئيس وتنسيق مباشر مع قرتاج مش مع رئيس الحكومة اللي هو معنى الفيزا فيمتاعه اللي هو عرفه وداخلية نحاهم المنصب هذي يخي جاء المشيشي ونحا توفيق شرف الدين أقاله ورجع لونغو لبلاستو مدير عام للمصالح المختصة وتراجع على قرار شرف الدين بقرار من هشم المشيشي رئيس الحكومة الأسبق واللي خليني قلكم يعني هشم المشيشي وقتها بعد ما أقال توفيق شرف الدين قد هو وزير الداخلين باش ميجي باش واحد آخر نجم يتعامل مع الرئيس والرئيس وقته قال في خطاب كان حاضر فيه هشم المشيشي في قصر قرتاش أغزر له وقال له هذا غير قانوني اللي تعمل فيه وعمرها ما صارت رئيس حكومة هو بيده زير الداخلية متاعه هو بيده في نفس هذه الحكومة رئيس حكومة ووزير الداخلية وبشتار في وقتها قمة وزير الداخلي بالنيابة وقتها بشتار في قمة المعركة على وزارة الداخلية في تلك الفترة بين الرئيس والرئيس الورلمان حينها طبعا لازهر لونجو عينه هشم المشيشي انهار 21 أفريل 2021 مدير عام للمصالح المختصة ولونجو وقتها في بلاس التوفيق السبعي اللي تم تعينه مدير عام للمدرسة العليا لقوة الأمن الداخلي وتقلد عدة خطط لازهر لونجو خطط أمنية واشتغل بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجيني اشتغل رئيس منطقة الشرطة في بنزارت محافظ بمطار المونستير ومبعد محافظ بمطار تونس قرطاج الدولي بعد مدير مركزي بريسك